موازل اتفرع السلام يا قوم إذا انت منahan للنهاية الصادمة في المسلسلات و harvest النهاية المسلسلات تقوم يحب أن تتتنب at all the time its ncaальной فإذا أنت من الناس التي تحب أن المسلسل يخلص بالنهاية الصادمة غير متوقعة إطلاقاً تخلص أنت الحلقة الأخيرة من المسلسل وتقول أنه ماذا لم أخطط علي؟ هذه المسلسل سيكون جداً مناسب بالنسبة لك اثنين، إذا أنت من الناس التي تحب مواضيع الإسقاط النجم وهيك الشغلات المتعلقة فيه كمان هذه المسلسل سيكون جداً مناسب بالنسبة لك لأن نحكي عن الإسقاط النجمي بطريقة أكثر حلوية يريد ضف المسلسل فمسلسل Behind Hair Eyes 2021 إنتاج نتفليكس مكومة مسلسل حلقة أتسلا حتى نحكي عن تفاصيله أكثر أهلا وسلم يقوم بطريقة أهلاً أهلا وسلم يقوم بطريقة أهلاً أهلا وسلم يقوم بطريقة أهلاً أول شيء، هذا المسلسل مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم هذا المسلسل يحكي قصة إثارة نفسية فهي الإثارة النفسية ناتجة عن علاقة بين إمرأة ومديرة متزوج فهذا المسلسل سيحكي سلسلة أحداث الأحلامية يقظة عن الهلوسات والإدمان وبنفس الوقت عامل الصدمة بهذا المسلسل سيلاعب دور كثير كبير بداية وتحديداً من أول ثلاث حلقات تقريباً ستلاحظ أنه في عنا فراغ في عنا الضعف بالقصة أن القصة نقدامي واضحة أساساً الحبكة إلى حد ما مفهومة ما فيش هيك كثير مع قد فيها عنا مرعب تعمل علاقة محرمة مع البوست طبعاً مع المدير طبعاً اللي هو متجوز أساساً فبطرنا هيك أن الحبكة تعمل كثير سطحية معروف أشو هذا المسلسل لكن في نقطة كثير مهمة راح تشدك أنك تتكمل هذا المسلسل هو أنه في عندك عامل الغموض بطريقة كثير رهيبة نقطة الضعف الفراغي اللي راح تشوفها ببداية هذا المسلسل هي ما لنقطة سلبية بالعكس تماماً عامل كومبو كثير حلو مع الغموض الموجود بهذا المسلسل فإذا أنت بدك طلع على القصة هي سطحية بدك طلع على الحبكة هي مفهومة فمفي شي بدفعك تكمل هذا المسلسل لكن نقطة الغموض هي اللي راح تخليك تشاغل حلقه راح تدفهم إيش عب بيصير بهذا المسلسل على سبيل المثال عندنا شخصية تلويس تحلم حلم فإنت عندك غموض كثير رهيبة هاي الشخصية راح تشوفه أنه هي ليش عب تحلم إيش عب تحلم أساساً بدك تفهم إيش عب بيصير نفس الشي مثلاً شخصية أدل بتطلع عليها هيك بتحسها مريضة نفسية بطريقة ما بتأخذ حبوب بتأخذ أدوية بتأخذ مدري إشيو فبطريقة ما بتحسها هي شخصية غريبة كثير نفس الشي عنها مثلاً ديفيد بزمنات وقت يفرجونها في مشاهد الفلاشباك بيفرجونها أنه هو وأدل كانت علاقتهم كثير حلوة بيحبوا بعض وكذا لكن هلأ وقته هو المسلسل بالحاضر يعني بيفرجين أنه علاقتهم كثير سيئة هو ما بيحبها بيعاملها كأنه هي مسجونة بيعطيها هو الأدوية فبطريقة ما بتحس أنه هاد المسلسل فيه غموض كثير رهيب أنت بيدفعك أنك تكمل هاد المسلسل حتى تفهم إش هاب بصغير فنقطة الغموض وتماشية مع الحبكة والقصة هو كان شيء جداً مميز بهذا المسلسل زائد أنه هو قبل التحدي التحدي كان أنه أنا بدي أعطيك حبكة جداً مفهومة بدي أعطيك قصة كثير سطحية كثير مفهومة لكن فيها غموض هو اللي رح يدفعك أنك أنت تخلص هاد المسلسل ونجح فيه نجاحك صراحة كثير قوي يعني أنا صدت شايف كثير عالم شايف هاد المسلسل وكلناً قالوا نفس الشي أنه أنا بلشت وأنا فهمان كل شي لكن نقطة الغموض هي اللي خلتني أكمل هاد المسلسل فبشكل عام نقطة الغموض وتماشية مع القصة والحبكة كان جداً ناجح بهذا المسلسل في عندي كمان نقطة جداً عن جدتي بهذا المسلسل هو أنه طريقة سرد الأحداث أو طريقة سرد القصة بشكل عام كانت حلوية كمان عامة اللي بيدفعك أنك أنت تكمل هاد المسلسل زائد أنه الأحداث كانت بشكل تصاعدي منطقي يعني هو كان شوي سريع لكن منطقي بتحس أنه أنا ما في عندي أطعام معينة أو مثلاً وقت أنا وصلت لآخر حلقة والنهاية وفهمت أشعب يصيب أو متلعط الخلق ما حسيت أنه مثلاً ضجني جاجت عكالعافية المخرج تعطاني إياها منذ ما فهمني منذ ما يمهدل الطريق إلى هذه النهائية لا، بتحس أنه هذا المسلسل مهدك الطريق على أنه كان سريع شوي وهذا مفروض أن يكون سريع لأنه مسلسل ست حلقات لكن من نفس القطة منطقي ماته ما ضيع لك شيء ما نطص لك شيء عن العكس من فيلم كاتر حكيت أنه الفيلم حلو ونهايته جداً صادمين لكن خبط لك النهاية وفهمك الموضوع بطريقة جداً سريعة منذ ما يمهد لك بطريقة صح فهذا المسلسل مهد لك لنهاية بطريقة صحيحة بطريقة منطقية هين نطاق مان جداً نجدني بهذا المسلسل مسلسل behind their eyes أنه عمل لنهايته فعلياً لوقت المخرج كان عاب يفكر ووقت الكاتب كان عاب يكتب كلهم كان عاب يفكره أنه رحنا بدنا نكتب هذا المسلسل لنهايته بدنا نعب له شأن نهايته بس واللي فعلاً تميز فيها في آخر حلق أو نص تقريباً من هذا المسلسل يكشف أنه بقى الأحداث والشغلات الغير مفهومة من بلّش نفهمهم وحدة وحدة ومثل ما حكيت بطريقة منطقية مي سريعة ما تسرع يعني ما أعطناها خبط لزق انه خدوا هاي النهاية لأ ما هدناها بطريقة جداً جميلة كشف أنه بآخر حل أو نص تقريباً عن كل الشغلات اللي نحن كنا نتسائل عنها الغموض اللي كان موجود تقريباً نحل ونكشف بآخر حل أو نص وهذه كانت نقطة تقريباً إذا أنت قررت أنك تتفرج على هذا المسلسل واقف هذه الحلقة لأنه سأدخل بشوية حرق للنهاية نحكي عنها شكراً لأنك وصلت لهون ونشوفك بكرة أو نشوفك أسبوع الجاي أو نشوفك حلقة الجاي هل هو يعني؟ نشوفك بطريقة ما اعملي لايك واشتراك على هذا الفيديو إذا لاحظت لأملك هل هم خلينا ندخل بموضوع الحرق بنهاية هذا المسلسل رح نفهم أنه الإسقاط النجمي هو كان العامل الرئيسي في الأحداث في الشغلات اللي كانت عبتصير بهذا المسلسل خلينا نبلش بالنهاية ونشرحها حبة حبة نهاية هذا المسلسل شئنا أم أبينا هي نهاية صادمة كتير وإذا أقعد أنا مئة سنة ومئة سنة بفكر بالنهاية وما رح يخطر عبالي الشيء اللي صار خلينا نشرح الموضوع حبة 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 هلأ نحنا عنا شخصية روب وعنا شخصية أدل اللي هنا كانوا رفقة وكانوا فرجوناها بمشاهد الفلاشباك شخصية أدل راح يتعلمتها شخصية روب الإسقاط النجوي شخصية روب بطريقة ما تذهب لديفيد عنده ميول الزلمة بطريقة ما يذهب لديفيد فهو يغار على ديفيد من أدل انتو شون بتحبه بعض انا بدي أكون مع ديفيد دائما اللي بصير انه بمره من مرات الإسقاط النجوي هنا كانوا يعملوا روحها لأدل تطلع وروحها لرب بيطلع ويتبادل الأدوار ففعليا نحن عنا جسده لرب جواته روح أدل وجسده لأدل جواته روح روب إسقاط النجوي هنا للاعب دوره انه هنين بدلوا أرواحهم بصار عنا جسد مختلف بروح مختلفة فهي أول نقطة خلينا نتفع عليها ففعليا الروح اللي مات بجسده لرب ما هي روح روب هي الروح فعليا أدل فاللي مات عنا أدل ورب ضلع على قيد الحياة بجسده لأدل هذا الشي اللي ببرر فعليا المعاملة اللي كانت بين شخصية أدل أو الروح الروح اللي جوات أدل ودايفيد انه ديفيد مو حيبب وكذا لأنه طريقة التفكير طريقة المعاملة طريقة كل شي الروح مي نفسها فبشكل جدا طبيعي انت مرح تحب الانسانة اللي متغيلة عليك بطريقة جدا فضيعة فبيطلع هيك روب انه انا طيب دخلت على جسده أدل ولسه ديفيد مع بيحبني ايش دا أعمل ايش دا أعمل فوقت اللي بيشوف انه لويز حيببته لديفيد وصار بيناتهم علاقة تحبه هن اتنين بيحبوا بعض فعلا فقال لحاله انه لا يعني انا صليع بشتغل وقتلت لأدل وش مشان تجي لويز تاخد محلي والله ما بخليه اذا بده تطير فبيرجع بعمل سقوط نجبي وبرجع الادوار كلها تتغير الصدفة اللي كانت موجودة عنا بالحل الاولى انه هنن لاقوا بعض فعليا كانت مقصودة من روب اللي هو بجسده لأدل انه هو يضرب للويز ويصير بناتهم علاقة صداقة وهيك فعلاقة صداقة هاي بروح روب اللي هو بجسده لأدل بيعلم للويز الاسقاط النجبي فبطريقة ما باخر المسلسل بيصير عن اسقاط تنجوبين شخصية لويز وروب اللي هو بجسده لأدل فبيطلع الروح لفوق هنا اتنين وبرجع ببادله فهو متل ما حكيت انه روب يحبه لديفيد ووقت اللي يراح لجسده لأدل ما حبه فقال لحاله انه لويز عبتحبه ووالله ارجع ادخل على جسده واخلي لويز تموت فيا اللي بصير عنا منشوف انه شكله لأدل مات لكن موروب اللي مات لا لويز هي اللي ماتت لانه لويز هي دخلت على روحه لأدل فبشكل بتحسوا انه يعني فيه شكل اسقاط نجمي حلو طريقة حلوة بتحس انه الموضوع كله كان قائم انه شخصية روب على اساس ميته بالأول لكن هي فعليا عايشة دخلت على جسد الأدل النهاية صراحة صادمة وحلوة يعني متل ما حكينا الغموض اللي كان موجود في اخر كم حلقه بتحلو زائد انه السطحية والحبكة اللي كانت معروفة بتحس انه هي سطحية لكن من نفس الوقت الغموض اللي كان موجود بيغطي عليها فبشكل عام هذا المسلسل صراحة ان جدا عجبني نهايته كان جدا جميلة فبس هي كانت مراجعة مسلسل بهاند هير ايز 2021 انتاج نفسك مقومة مسلسل حلقات بس اذا عجبكم حلقة لايكوش ترى كاته سموضو حيث اعلمني جدا كثيرا هلا لاحقا لكم فيديوهون فعلا كمان تحتو فيديوهون اذا عجبكم لايكوش ترى كمان مشوكوش بالجاي سلام شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا 感ита